أكد نائب وزر التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني عبد الرب المحولي خلال اجتماع عقيد في العاصمة عدن ضم مسؤولي القطاعات في الوزارة لمناقشة العملية التعليمية في المعاهد الفنية والمهنية على أهمية التطوير وتجاوز التحديات وفي الاجتماع الذي حضره مسؤولي القطاعات في الوزارة شدد المحول على ضرورة العمل المشترك في تنفيذ الإجراءات التطويرية المتعلقة بإعداد الخطة الاستراتيجية للتعليم الفني التي تحدد الاحتياجات اللازمة لتطوير العملية التعليمية بالمعاهد الفنية والمهنية